تلاقي مصالح أم لي أذرع أم لجوء إلى الراعي الأكبر بعيد الأعياء من طول النداءات أي وصف ينطبق على مسيرة الوفود الكردية من بغداد إلى واشنطن مروراً بباريس وانتهاءاً بطهران قلما يهم التوصيف بقدر أهمية التفصيل فالحالة لحدث عابر في أي مكان إلا العراق الجديد فهو مختلف بديهياً عن كل أبجديات السياسة وخطوات الصرع زيارة نجيرفان بارزاني الأخيرة لإيران حملت رسائل وبعثت أخرى أهمها أن القوى الكردية عقب ما رأتهم من خذلان حليفها الأمريكي في أزمة الاستفتاء توجهت صوبة قبلة شركاء العملية السياسية في إيران التي وجدت بدورها في الأجواء فرصة سانحة لتملي شروطاً وفق الرؤية الإيرانية هذا الكلام خلاصة تقرير لصحيفة المونيتور الأمريكية المونيتور قالت أن أربيل تضحي بتحالفها مع الغرب مقابل مساعدة طهران في حل حالة المشاكل بينها وبين حكومة العبادي فضلاً عن إنعاش اقتصاد كردستان متأزم أصلاً شريطة تعهد الأخيرة بتأمين الحدود من حركة الأحزاب الكردية المسلحة المناوية لإيران وكما يبدو فإن الزيارة الأخيرة ستحرك المياه الراكدة وتخرج الأزمة من دائرة الحل الهش إلى حل مشروط فهناك ببساطة تتجلى إحدى سرديات الحالة السياسية في العراق ما بعد الغزو فظاهرياً تسير الأمور وفق ما تشتهي طهران لكن باطنياً إيران تنفذ إرادتها وهذا هو الجوهر الضائع والمموه في مشهد البلاد السياسي وهو ذاته محل صراع بدأ ولا يتوقع له أن ينتهي اشتركوا في القناة